ربما يخشون من كأميرات للصحافة أكثر من أي شيء آخر نذهب إلى ضياح الشيء الذي كان وما زال موجودا في باب السلسلة ليضعنا في صورة تطورات التي تجري الآن ضياء نعم نبيل فعليا في هذه اللحظات تلاحظ هذه الاستفزازات هم يهتفون أيضا تجاهها الصحفيين هم يحاولون الاعتداء على أحد الصحفيين المقدسيين الذين فعليا كانوا متواجد في بحارة المسجد الأقصى المبارك هم يعني يقومون بحركات وأيضا يعني يهتفون ويرقصون بعد أن كانوا ابتحموا هؤلاء عدد من الصبية المتطرفين نلحظ حجم التطرف ونلحظ حجم ما يفعلونهم من حركات وجنود الاحتلال لا يقومون بمنعهم أيضا مثل ما نرى الآن على الهواء ضياء وكنت أقول بأن الجنود أو ما تسمى بشرطة الاحتلال هؤلاء لا يقومون بمنع هؤلاء المتطرفين اليهود الصغار من استفزاز سواء الصحفيين أو باقي الفلسطينيين الموجودين في الجهة الأخرى ينظرون إليهم فقط على الإطلاق لم يمنع أحدا منهم ولم أيضا يقوموا بحماية الصحفي الذي حاول هؤلاء الاعتداء عليه فقط ما قام به الشرطة أن دفعوا الصحفي وأبعدوه من منطقة باب السلسلة باتجاهنا حيث نقف نحن كصحفيين ولكن نلحظ الخبر لاهم هو حجم التطرف الحاصل في هذه اللحظات وحجم التطرف لدى المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خصوصا بأن أحد أعضاء الكنيسة وهو المتطرف إتمار بن كفير الذي دخل إلى باحات المسجد الأقصى المبارك هو فعليا ربما يسمى برأس الشر ورأس التطرف في إسرائيل نتيجة أعماله ونتيجة ما يقوم به في المسجد الأقصى المبارك بعد أن منع من اقتحام المسجد الأقصى المبارك لعدة أشهر عاد وقت حما في هذه اللحظات إتمار بن كفير خرج الآن حيث برفقته عدد من الحراس خرج من جهة باب السلسلة بصورة سريعة جدا حتى أن الكاميرات لم تتمكن من التقاط صورة هم يعني يرددون شعارات وهتفات دينية في المسجد الأقصى المبارك في المسجد الأقصى المبارك في المسجد الأقصى المبارك هو يعني يقف أمام الكاميرا هذا أحد المتطرفين المستوطنين ويعني يرفض الخروج والابتعاد من هنا حيث نلحظ كيف قاموا باستفزازات كثيرة